يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 من شوية قليلة من دقائق قليلة انتهت ملحمة حقيقية لفريق المصري المصري النهاردة عمل ملحمة حقيقية فاز على نهضة بركان في الكنفداري الأفريقية نهضة بركان المغربي 2-1 بس تفاصيل المباراة غريبة وصعبة ومش طبيعية أقول لكم الأول عمر مرعي أحرز الهدف الأول في ديئة 10 وبعد كده تعادل نهضة بركان عن طريق حمزة رجواجي في زي ما قلت لكم في ديئة 17 وفي ديئة 83 جي الهدف الثاني للمصري عن طريق هيسم العيوني التونسي هيسم العيوني بدربة سابتة رائعة جدا بالمناسبة بيرامد ومازينبي تعادلاء سلبان أيضا في مباراة الزهاب سفر سفر تعالوا بس الأول نتكلم على المصري المصري النهاردة بيلعب بتسع لعبين من قبل ديئة 60 طردين طرد العمر موسى وطرد الالجلاصي وطردين سازجين للغاية فيهم عنف بدون داعي وفيهم توطر بدون داعي وفيهم أزمة بدون لازمة كان الفرقين متعدلان واحد واحد ليه تتوتر؟ ليه تضطرت في مباراة زي ديئة؟ دي مش مباراة العودة حتى ولا حظوظك انتهت ولا عندك مشكلة في ناتجة المباراة ولا فيه أي سبب انك تعمل حالة العنف دي بدون أي داعي أو مبرر حصلت طردين الأمور تأزمت فيه مشكلة كبيرة عند المصري فيه أزمة كبيرة عند المصري المباراة اللي أقيمت على استاذ برج العرب ملعب النادي المصري المصري هيقعد أكتر من نص ساعة يلعب بتسع لعبين كارسة المصري هيخش فيها هدفين وتلاتة وأربعة وهيخش فيها هدف كتير جدا كارسة تسع لعبين دول كارسة على أي فريف العالم لو ريال ما دي ده يبقى كارسة عليه أي فريف العالم بتسع لعبين المصري يقدر يسجل الهدف التاني عن طريق هايسة من العيوني التونسي الرائع من ضربة ثابتة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء اثنين واحد للمصري بتسع لعبين بتسع لعبين أداء بطولي وكبير وعظيم يستحق كل لاعب في المصري التحية وبصراحة شديدة مع استحقاق كل لاعب في المصري التحية الناس اللي اترادت النهاردة في رأيي لا بد أن يكون لديهم أو عليهم عقوبات إدارية من جانب إدارة النادي المصري مع حرام تضيع مجهود فرقة لعبين وجهاز فني تضيع أمال جماهير النادي المصري العريضة بتصرفات يعني فيها كثير من السزاجة كثير من السزاجة بصراحة بدون داعش والغريب أن أنت بعد التردين هيسم العموني طبعا جاب هتف رائع وفي ظروف صعبة جدا وبحمس شديد جدا وكل شيء رح قالع التشيرت برضه واخد إنذار وفيه لعب آخر في المصري رح قالع التشيرت كمان بالمرأة عشان ياخد هو كمان إنذار ليه ليه الفرقة فيه مباراة عودة كمان يعني فيه مباراة عودة المصري مش مستحمل يخسر اللاعبين وبعد العودة إن شاء الله والمصري هيصعد مش محتاجي يبقى فيه إنذارات والفرقة تبقى ناقصة بصراحة مع الفرحة الشديدة مع التهنئة الكبيرة للنادي المصري لابد من أقوبات إدارية على هؤلاء اللاعبين بصراحة يعني أي إدارة محترفة في العالم هتعمل كده وأنا أعتقد إدارة النادي المصري لازل تعمل كده يعني الفرحة ما تنسكش إنك تعاقب دول عشان النتيجة ربنا أوفق فيها ومجهود الرجال اللي كانوا موجودين في الملعب قدروا يكسبوا في ظروف مستحيلة مستحيلة تسع لعبين قدام حداشر اللاعب وفي النهاد البركان ده مش فريق صغير فريق كبير تقدر تكسبه وتسجل هدف التاني ده إعجاز مش إنجاز يحسب لكل لعب كان في أرض الملعب من النادي المصري مليون مبروك للمصري مباراة العودة مش سهلة المصري يلعب في مباراة العودة ب11 لعب في المغرب ما يقولش أنا كسبت وأنا على تسع لعبين فقدر أكسب بسهولة وأنا 11 لعب لا المصري لسه ما سعطش بس اللي عمله النهار زي ما قلت لكم إعجاز مش إنجاز إعجاز كبير كمان صعب على أي فريق كبير أي فريق كبير أعظم فريق في العالم صعب يعمل كده المصري النهاردة عمل كده بتواجد الجمهير الرائعة في المدرجات النهاردة مدرب رائع جدا وكبير ومتمرس في البطلات الأفريقية ولعبين رجالة في أرض الملعب ده المصري بيراميدز قدام مازينبي تعادل سلبيا 0-0 وضيع كثير من الفرص السهلة كثير من الفرص السهلة وأنا باستغرب إعضار الفرص السهلة من كل الفرق المصرية بيراميدز والأهلي والزمالك في مشكلة كبيرة في مشكلة كبيرة لازم كل الأجهزة الفنية ولازم كل اللاعبين يطوروا من نفسهم عشان في مباراة سهلة بتضيع بطريقة تدايق بيراميدز النهاردة كان ممكن يحسم المباراة ويسهل مهمة مباراة العودة بكتير بس هاو بيراميدز بيعرف يشتغل بر مصر بيعرف يشتغل بر أرضه كويس فان شاء الله يسعد بيراميدز وان شاء الله يسعد المصري في الكونفدرالية النهاردة كمان في نفس البطولة سينبا فاز 1-0 على أولاندو بايرتز والاتحاد الليبي تعادل مع أهل ترابلوس 0-0 وفي كأس الاتحاد الإنجليزي النهاردة في نصف النهائي تشيلسي فاز 2-0 على كريستال بيرتز عشان يسعد لنهاء البطولة لمواجهة ليفربول في النهائي في شهر مايو القادم مواجهة تتجدد بين توماس توخل ويورجان كلوب على نهائي هذه البطولة العريقة الكبيرة كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة من 150 سنة بطولة العريقة كبيرة طبعا دولة الإنجليزي الممتاز النهاردة كان في مباراة تجمع نيو كاسل يونايتد وإليستر سيتي نيو كاسل فاز 2-1 واستهام تعادل 1-1 مع بيرنلي في الدولة الأسباني وقع الدولة الأسباني اللي اتحسن تقريبا للنهاردة ليفانتي فاز 4-1 على جناطا وقتدكم مدريد فاز 2-1 على إسبانيول وسيل تفيجو فاز 2-0 على أثلاتيك بالباو والمباراة الكبيرة الرائعة القامباك التاريخي العظيم لريال مدريد اليوم 3-2 على أشبالية أشبالية تقدم 2-0 في الشوت الأول وريال مدريد في الشوت الثاني ثلاثة أهداف الهدف الحاسم الهدف الثالث كان عن طريق النجم المعتاد الرائع واحد من أحسن اللاعبين في العالم اللي لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي كريم بن زيمة يسجل هدف حاسم لريال مدريد عشان يبعد بالصدارة ويحسم تقريبا فوزه بلقب الدولي الأسباني هذا العام فوز كبير وبصراحة ريال مدريد تحديدا في الشوت الثاني هذا الموسم بالكامل فريق مختلف تماما عن ريال مدريد الشوت الأول الشوت الثاني ريال مدريد يعود حتى وقت تفرج النهاردة على ريال مدريد وهو خاصلية 2-0 وكان أداءه سيء جدا في الشوت الأول تبقى حاس انه هيرجع الشوت الثاني تبقى حاس انه هيعود الشوت الثاني تبقى حاس انه هيقدم مباراة كبيرة في الشوت الثاني ودل حصل النهاردة هدف ديئة 91 لكريم بن زيمة يرجع به ريال مديد أو يعمل به كومباك بعد ما كان خاصة 2-0 يفوز 3-2 على أشبلية صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني في دور فرنسي النهاردة الأسبوع 32 باريس سان جرمان قدام مرسليا كمة الدوري الفرنسي باريس سان جرمان فاز 2-1 مباراة كانت أيضا كبيرة ورائعة لسا مكملين مع حضراتكم كلام كتير لسا مكملينه إن شاء الله خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله النهاردة البرتغالي جزولدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك أعلن قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السجندري في اللقاء المقرأ قامته يوم السلساء المقبل إن شاء الله القائمة جاءت كالتالي في حراسة المربع محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغاني والعائد محمود حمد الوينش وأيضا أحمد فتوح وحاز إمام وحمزة المسلوسي في خط الوسط طريق حامد وإمام عشور ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمود شكبالة أيمن حفني ورزا السي أيضا العائد للقائمة سيد عبدالله نيمار وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو في خط الوجوم عمر السعيد وسيف الدين الجزيري أما غيابات الزمالك أو أبرز غيابات الزمالك فتتمثل فيه أشرف بن شرقي بسبب أقوبة الإقاف الطرد ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة بسبب الإصابة في الرجبة دي قائمة نادي الزمالك ليه مواجهة كبيرة تجمعه مع الاتحاد السكندري يوم السلساء المقبل إن شاء الله النهاردة نادي الرجاء المغربي منذ دقائق يعني أعلن إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لقراط القدم فيفا والاتحاد الأفريكي لقراط القدم الكاف بسبب الاعتراض على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي ببطول الدوري أبطال أفريكا الرجاء معترض على عدد من الحالات التحكمية في هذه المواجهة مش بس على ضربة الجزاء المحتسبة للنادي الأهلي هو معترض على ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي وهدف الأهلي الثاني يعني معترض على كثير من القرارات وهنشوف عادة يعني الاعتراضات دي ما بيكونش لها تأثير أو أمور فيها أكشن يعني أو قرار بس أنا أقول لك البنادي تبقى الهدف منها إيه؟ وده اللي أقلق عليه أو أقلق بسببه على النادي الأهلي إنه أضغط على الكاف أضغط على لجنة الحكام في الكاف النهاردة تم الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهاية دوري أبطال أفريكا هيكون المباراة الحكم السنغالي مجات النضاي وهيبقى موجود على الفار حكم أيضا من الحكام اللي ممكن نقلق منهم شوية سايكوزي من الحكام اللي تقلق منهم شوية ماشي هو ده الهدف اضغط على تقم التحكيم في مباراة العودة اضغط عشان كده بصراحة شديدة قلت مباراة هنا الأهلي كان لازم يحسن مباراة الزهاب كان لازم يحسنها من نتيجة حاسمة عشان ما يبقاش فيه عقوسات في مباراة العودة مباراة العودة نهاردة رجاء أعلى عن 70 ألف متفرجة هيبقوا موجودين في المدرجات ضغط جماهيري طبعا هيبقى كبير جدا بس يسيبك من ضغط الجماهيري الأهلي يقدر يلعب تحت ضغط جماهيري عنده خبرات تقدر تلعب تحت ضغط جماهيري بس الحتة بتاعت التحكيم دي بتقلقني شوية وأنا أعطاكي الهدف من بيان الرجاء النهاردة هو عارف انه مش ااخد حاجة من الشكوى دي بس ممكن يضغط بيها ممكن يضغط بيها دي نقطة بس حبيت أقف عندها مش أولوكم شوية أرقام من نضاي حكم مباراة الأهلي والرجاء مباراة العودة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هو أعضار أربع مباريات فاز الأهلي في سلاس مباريات وخسرة في لقاء عام 2019 بدور المجموعات فاز الأهلي في الثلاث مباراة وخسر في لقاء عام 2019 بدور المجموعات فاز الأهلي على سنبا التنزاني بنتيجة 5-0 دي المباراة اللي قدرها نضاي للنادي الأهلي وخسر الأهلي في نفس العام من ساندونز بنتيجة 5-0 يعني خد بالك ده الحكم اللي كان موجود في خسارة الأهلي الكبيرة أمام ساندونز فعام 2021 دور ربع النهائي فاز الأهلي على ساندونز بنتيجة 2-0 على سادة الكهارة الدولية وعام 2022 في دور المجموعات فاز الأهلي على المريخ السوداني بنتيجة 3-1 كأس العام الأندية 2020-2021 فاز الأهلي على بلمراس البرازيلي براقلات الترجيح بنتيجة 3-2 يعني عشان نبقى أمنا يعني يعني هو مع النادي الأهلي الأهلي بيكسم معي بيكسم معي حتى مباراة ساندونز النتيجة الكبيرة اللي خسر فيها الأهلي 5-0 الأهلي طبعا فنان في هذه المباراة نتذكرها جميعا كان في أسوأ أحواله الفناني يمكن على مر التاريخ في البطرات الأفريقية بعيد عن المدير الفني المهم المهم مباراة الأهلي ورجاء يوم الجمعة اللي جاي موسيماني لازم يبقى فاهم وعارف أنه مش كل أفكاره بتترجم صح بمعنى إيه؟ بمعنى أنه عادة موسيماني هو مدير فني للمباريات الكبيرة بيعرف يعدي المباريات الصعبة يعرف يعدي المباريات المعقدة بس المباراة دي مش محتاجة تجويد زيادة زي ما يقوله كده على بيب جورديور الأوفر كوتشنج ما تجودش أوي حاول تلعب بطريقة واضحة وسهلة ومفهومة يعني ترجعش فجأة التلاتة وراء وانت بقى لك فترة بتلعب بأربعة تاني ما تحاولش تحط تلاتة في النص يعني فيه تفاصيل فنية كتير ممكن يتعامل مع المسيماني بس الأهم دلوقتي ناخد مداخلة مع السيادة النائب حسن عمار عضو مجلس دارة النادي المصري نهنيه النهاردة على الفوز الملحمي الكبير الاعجازي للنادي المصري على نهضة بركان فيه الكنفتدار الأفريقية اليوم يا فندم مليون مبروك وحاجة تشرف وحاجة تفرح النهاردة المصري بصراحة الحمد لله والله يا كريم فعلا زي ما انت قلت كده هو فوز عجازي بس ربنا عدل واللي حصل ده يعني مش اه اه اتظلمنا كتير في المطش ده من الحكم لكن اللعيبة كانت على قدر المستوى وكانوا رجالة جمهورنا ما سكتت نسكتش 90 ديئة صح جاي من قبل الفطار صح وهيروح بعد الصخور صح لكن الحمد لله ادارة فرنية من الكابتن معيني الشعباني اتظلمنا في اتنين طرد وحكم سيء للغاية يعني انا مش عايزة لك هو فجري تحكيمي النهاردة لكن الحمد لله يعني نتيجة في ظل الظروف دي الحمد لله نفي عجابية جدا قدام نشود تاني في المغرب ان شاء الله نرجع مفرحين بمايرنا ان شاء الله طيب اسألك حدارك كنت موجود في المدرجات النهاردة طبعا طبعا طيب انا هقول لك حاجة بصراحة عشان الكلامة انا في الاول انا عايز حدارك تبقى ترجع وتشوف الاعداد بتاعة التاردين وانا بصراحة عشان كنت بفرج على التلفزيون التاردين غالبا صح انا محبش اقول قرائب في الامور التحكمية بفرج عليهم عشان كده قلت انه لعبة النادي المصر مكتش محتاجة تتوتر النهاردة محتاجين يركزوا لسه فيش التاني والنتيجة مكتش يتوتر ومكتش فيها اي ازمة فاللعبة ديت المفروض تخاف على المصر عشان ممكن يضيعوا مجهود زميلهم كلهم والجهاز الفني والادارة عايز حالك تتفرج الاول على الحالات انا 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 بحط نفسي مكانك لي انا لما في المدرجات طبعا في المدرجة انت مش شايف زي طبعا لا وبيبع عندك حماس وكل ما بشوفه بترحيل حالة فضل يا فضل كان في حاجات كتير جدا في المباراة تخلي اللعبة تخرج عن شراء لا لا كان فيك اولاد انا معاك انا معاك انا معاك في كمية وقته ضيع قاتل ايه صح والدى ديئة واحدة فقط لغير وانت شوت الثاني ادى اربع دقايق وانت ما توت منك اتنين عشان ايضي فرصة لا وكان فيه فاولات وكان فيه توقيف من اللعب عشان خاطر يفنوا اللعب حاجات كتير جدا صح تخلي يعني اللي واحد يخرج عن شعوره بعيدا حتى عن ضربات الجزاء لكن انا لازم اشكر لعبتي طبعا جمهلنا 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 اشكر ربنا في الاول في الاخر قبل كل حاجة ان شاء الله نرجع نروه المغرب ونرجع ان شاء الله انتيجة ايجابية وراحمة صالح ده اهم حاجة اهم حاجة النهاردة التهناء وحاجة زي بقولك النهاردة واحنا منفرج عن مصر فخرين وفرحانين الهدف التاني بيخش انا مش بسدق نفس انا بعد الطرد التاني قلت ربنا ياستو على مصر هيخش في الهدف التاني والتالت والفرصة الليها تماما إنك تخرج النهاردة كسبان عايف لو كنت خرجت النهاردة حتى متعادل كان يبقى إنجاز طبعاً طبعاً لكن الحمد لله ربنا هو على عدل والعدل يتحقق في الملعب الحمد لله بنتيجة للنادي المصري أنا أطلب منك طلب حباً في النادي المصري نهو بمس المصري لازم تهدئة للعبين وإنجازة تحديداً في مبراط المغرب هتبقى الأمور صعبة جداً لازم تهدئة لهم بصراحة نحن متعودين على اللعب في نهضة بركان في المغرب الناس هناك جمهور وإنئدارة ناس محترمة فوق الوصف لا يوجد أي شائبة ما بيننا وما بين نادي نهضة بركان المشكلة النهاردة كانت ما بيننا وما بين الحكم المباراة ليست مع نادي نهضة بركان اللاعبين أوجات شنية كانوا مشرفيننا ومنورنا في المقصورة هو يا فندم أنا مش بقولك أن الجمهور هيعمل حاجة والنادي هيعمل حاجة هم أكيد هيشجعوا فريقهم ويبقى النادي المصر هيبقى تحت ضغط الجماهيري أنا أقصد هم ما يتوتروش عشان المكسف في أديهم يعني أهم حاجة إن شاء الله بدنا يكون الموضوع أهدى من كده يكون في تركيز أكبر وإن شاء الله نرجع بالنتيجة عارف ليه عارف ليه يا فندم بقولك كده عشان المصري فعلا في البطولة الكونفدرية السنة دي أنا شفت أفضل أداء أفريقي النادي المصري يمكن على مدار تاريخه يعني ده أفضل أداء أفريقي في حرام الفرصة دي الديع فرصة أنه يكسب البطولة هو أو النادي بنامز البطولة تبقى مصرية السنة دي أقوى في البطولة حرفيا هما المصري وبنامز الحمد لله الحمد لله يمكن زي ما أنت قلت كنا نحن كنا مركزين تركيز كبير أوعى الكونفدرية صح ولما أخذنا نفس إذننا نقاتي مبراه هيلة جدا قدام الأهلي في الدوري المخوص كانت الهديمة الأولى للأهلي في الدوري صح وإن شاء الله نكملين وإن شاء الله نكمل ونوصل للدور قبل النهائي بإذن ربنا بدعوات جماهيرنا ومجهود لعبتنا المخلصين وتفكر جهازنا الثاني المحترم وبإخلاص مجلس الإدارة بالكامل سواء الحالي أو السابق وسواء محافظ بورسعيد أو نواب بورسعيد كل الناس بورسعيد كلها في ملحمة والله كلها بتتلحم عشان تقدر تخرج أحسن ما عندها لصالح النادي المصري وعشان خطر تفرح جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد كلها بشكرك شكرا جزيلا سيادة النادي حسن عمار عدو مجلس دارة النادي المصري فوز ملحمي اللي ما فرجش على المباراة دي مش طبعية انت حماسك هياخدك كنت مشجع للمصري أو مش مشجع للمصري هو في النهاية كان بيمس المصري النهاردة وإحنا فرحانين وفخرين بيه كلنا كنا بنشجع المصري النهاردة من قلبنا وظروف المباراة كمان خليتك تتعاطف أكتر مع اللي بيحصل فيه المباراة الحكم بالمناسبة زي ما قال سيادة النادي في المباراة كان خانئ المباراة كراراته كانت تخنق المصري بس التوتر الزيادة مش مطلوب احنا بنقول كده لايس لومان على لعيب المصري ولا دفاعا على الحكم والحكم زي ما تقوله كان خانئ المباراة بس يسعب علي أنه المصري النهاردة كان ممكن يخسر المباراة بتسع لعبين لولا أداء الرجول العظيم من اللعبين عشان فيه اتنين لعيبة اتطردوا أنا مش بلومهم مش بهاجمهم بس يسعب هما نفسهم هيزعلوا لولا قدر لكن المصري خسر النهاردة او خلصت المباراة بنتيجة سلبية اثر على حظوظه في مباراة العودة عموما زي ما قلت لكم المصري والبيرامدز هما أقوى فريقين بيقدموا أداء في الكنفضار الأفريقية ان شاء الله أحدهما يكون بطل هذه البطولة الفريتين بيلعبوا أداء رائع جدا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 شوفكم يا رب على الفي